هاتي قلم وبلونة وتعالي هنعمل اختراع وبجد فكرة تحفة بس الاول صلي على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقولك هنعمل ايه? مش شرط البلونة تكون بلونة كاملة ممكن نحطة كده من البلونة لو انت عندك بلونة بايزة ولا حاجة هتحط حتة صغيرة من البلونة في اخر الالم بالشكل ده وبتسبتيها كويس كده وبتربطيها وتعالي اقولك بقى هنعمل بها ايه بالشكل ده كده وتبدأ ان انت ترفعها الفوق شوية بالزبط كده تعالي بقى يا ست الكل اقولك هنعمل بها ايه? ديت بقى هتبقى بديل حلو جدا للأستيكة لو انت ما عندكيش أستيكة بتمسح القلم الرصاص بكل سهولة اجربيها بجد هتعجبك هاتي ازازة وتعالي بجد هنعمل اختراع بس الاول صلي على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقولك هنعمل ايه? هجيب المقص كده وتبدأ ان انت تقصي نص الازازة بالشكل ده وبعد كده تساوي الاطراف بالزبط كده وبعد كده بقى تيجي من عند نص الازازة وتبدأ ان انت ت تقصيها بالشكل ده وتسيبي طبعا اه ضهر الازازة زي ما هو وتبدأ ان انت تقصي تاني حتة صغيرة كده وتسيبي طرفين من الجنب هوريكي طبعا دلوقتي انا عملت ايه بالزبط? وتحاول كده توسعي شوية اه بين الطرف القصير ده والطرف التاني شايفين بقى انا عملت ايه? بالزبط كده بكده بقى الجهزة معانا عملت حمل للموبايل بكل سهولة وبكل بساطة هوريكي شبك له طبعا من قريب عشان تاخدي بالك منه انا عملت ايه بالزبط? اج تبريب الفكرة دي بجد حلوة وبسيطة عندك اللزق الورق ده تعالي هقولك على فكرة الاول مرة تعرفيها معايا بس الاول صلي على النبي في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي هقولك هنعمل ايه? هتبدأ ان انت تاخدي حتة كده من اللزق الورق ده بس تحاولي ان انت ما تكتلهاش او في بعض ويبقى فيه كده مساحة في النص فيها وهتجيبي كده علبة من الكان وتبدأ ان انت تحطيها فوقها بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهتجيبي كده اي ولاعة عندك وتبدأ ان انت ت تولعيها بالشكل ده انت كده عملتي شامعة مضيئة ممكن تقعد معاك ربع ساعة شغالة من غير ما تطفي بجد الفكرة دي حلوة جدا لو مسلا عندك النور قطع او احتجتي مسلا النار جنب منك لأي زرور تولعي بيها البتجاز ولا اي حاجة هي ديت فكرة حلوة جدا هتقعد معاك ربع ساعة شغالة جربيها هتعجبك. عندك شبكة لمون اوعي ترميها تعالي بقى هقولك على فكرة اول مرة تشوفيها معايا هتجيبي كده اي صدان يكون عندك حابة ان ان انت تق تبشريه وهتبدأ ان انت تحطيه في شبكة اللمون بالشكل ده وهتبدأ ان انت تفرقي بايدك بس كده فرقة بسيطة زي ما انتو شايفين طبعا القشر كله بينزل منه ومنع الشبكة بالشكل اللي انتو شايفينه ده هدى انك طبعا تفرقي فيه بالشكل ده لحد ما كل القشر ينزل آآ من السوداني طبعا لو عند الكمية كبيرة هيعمل هالك هوف سانية مش هياخد معاك وقت خالص وتعالوا بقى مع بعض نشوف السوداني بعد ما فرقناه نزلنا منه القشر كله بقى شكله عامل از بجد فكرة حلوة جدا لو جربتيها مش هتبطل تعمليها امتلك دفاية تضم عايكي طول الشتاء بعلبة كان فضية الاول صلي على نبيه في التعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقول لك هنعمل ايه هجيبي علبة الكان كده وبتبدأ ان انتي تفتحيها من النص الاول بالسكينة وتبدأ ان انتي تحددي شكلها بالشكل ده وتفتحي لها كده بابين بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالمقص طبعا هنحط يعني انا قصيت الناحية دي اطول من ناحية دي شوية فشلت الباقي ده بس انتي يستحسن ما تقصيش دي عندي وتخلي كل علبة الكان زي ما هي ما ترمش منها لحاجة خالص وهتجيبي كده حتة شمع صغيرة وتبدأ ان انتي تحطيها في علبة الكان من جوة بالشكل اللي انتو شايفينه ده بالزبط كده وهتسبتيها كويس جدا وبعد كده هتجيبي شوية كده من الميا وتبدأ ان انتي تحطيهم جوة الكان بالشكل اللي انتو شايفينه ده وكمان هتجيبي كده حبيتين من القرنفل لاني طبعا عايزين آآ كمان لو ان انتي عندك بقى نموس او انتي عندك مثلا ريحة الشقة عندك ما بتبقاش حلوة احنا بنضرب عصف ورين بحجر هنحط كده شوية من القرنفل او من المصمار في الميا اللي احنا حطناها وهنحط كمان شوية صغيرين كده من الزيت شوية صغيرين جدا يعني حوالي كده معلقة واحدة بس من الزيت وهتبدأ ان انتي يا ست الكل تجيبي لي اي حاجة عندك فخار وتبدأ ان انتي تحطي علبة الكان عندها بالشكل ده بالشكل اللي انتو شايفينه ده الفخار طبعا بيسخن جدا المكان وكمان علبة الكان نفسها سخنة جدا ما تقدريش حتى تحط ايدك عليها وبالنسبة للشمع اللي جوه دي هتضم معاكي طول ما انتي هتشغليها هتشتغل معاكي لو اعطي طول الشتا تطفي وتشغلي فيها مع معلقة الزيت دي هتضم معاكي فترة كبيرة جدا وطبعا هتعملي تلاتة او اربعة من عالة بكان بنفس الشكل ده وهترصيهم برضو في الفخارة بجد الفكرة دي تحفة جربيها اليوم منذ الموسم البسارية وطبعا زي ما انتو عارفين انها مالية السوق حبيت اشارككو في كم تكاية كده علشان البسارية بتاعتك تطلع مظبوطة جدا واحسن من الجنباري كمان اول حاجة طبعا بتخسليها كويس جدا وبتصفيها من اي مية موجودة فيها وبتحط لها بقى الدقة بتاعتها اللي هي التوم والكمون واللمون والكلام ده كله انا طبعا مش طالع علمكم البسارية بتتعمل ازاي انا عاوز اقولك قد ايه هي ما بتوبقى صغيرة بدون بقى محترين فيها وما بنجي نحمرها ما بتطلعش حلوة معنا هقولك بقى الزيت حمريها علشان تطلع معاك واحدة بوحدة وطعم الجنباري بالزبط وعمرها ما هتفرول منك كده في الزيت اللي معايا ده كباية من الدقيق وكمان معلقتين من النشا ومعلاقة من الكركم طبعا زي ما انتم شايفين البسارية اللي معايا دي بسارية صغيرة هقولك انا ازاي تقدر ان انت تخلي البسارية بدل ما هي مكتلة كده معاكي ولزقا في بعضها تتفكك بكل سهولة وتتقلي كده واحدة من واحدة وطبعا هورتيكي في اخر الفيديو شكلها هعمل ازاي هنحط كده الكمية اللي احنا عايزينها بس طبعا ما تقطريش علشان ما ينفعش تحط البسارية كده في الزيت على بعضها يعني بتحط كده الكمية على قد الطاصة وبعدين ما بتحمرهاش ولا بتجي يميتها بالمعلقة ولا بتقلبيها قصدي قال لما تحس كده انها من تحت نشفت الاول بتحطيها طبعا في الخليط اللي احنا عملناه ده اللي هو دي والنشا والكركم وبتبدأ ان انت تعمليها كده بالمعلقة بالشكل ده علشان يعني البسارية لو في حاجة فيها لزق ولا حاجة زي ما انتم شايفين بتتفرط من بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه ده وبيبقى كده كل واحدة بوحدتها وما بيبقاش فيها اي بسارية لزقا في بعضها طبعا بعد ما عملتها بالطريقة دي لازم تجي بي مصفة يكون الفتحات بتاعتها واسعة شوية وتبدأ ان انت تحطيها في المصفة بالشكل ده طبعا بتعملي الكمية على قد ما هتقلي ما ينفعش تعملي كمية كبيرة وتركنيها انها هتلاقيها لزقات في بعضها تاني يعني انا بعمل بالطريقة دي اللي انتم شايفينها دلوقتي اتوصل على النار ومولع عليها النقر بالزبط كده هتحطي بقى البسارية كلها في المصفة بالشكل ده وهتبدأ ان انت تنخليها وتنزلي منها اي دقيق موجود فيها طبعا وانت بتنخليها كمان البسارية بتبقى كده واخدى كفر الدقيق كل واحدة بواحدتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده طالع معايا مظبوطة جدا وبعد كده هاروح بقى على الزيت هبتدي ان انا احط البسارية بتاعتي في الزيت طبعا زي ما قلتلكم ما ينفعش تحطيها كده على بعضها هفردها كده في في طاست الزيت بتاعتي وده بيبقى شكلها في الاخر طبعا مع علاقة الكركم اللي انا حطاها مديها الصفار اللي انتم شايفينه ده والطريقة بتاعت المصفة دي حلوة جدا عشان تطلعها لكده واحدة بواحدة وبالفة هانا وشيف جربي الطريقة دي بجده هتعجبك ومش تنسي تقولي لي في الكومنتات انت بتعملي البسارية ازاي جربتي قبل كده تحطي الورق الفويل في الماية المغلية بجد فكرة عبقرية ومحدش يعرفها كتير صلي الاول على النبي في لتعليقات عشان كلنا نكسب حسنات وتعالي اقول لك الفكرة بتاعتنا النهاردة تتكلم عنيه هجيبي كده ورق الفويل وتبدأ ان انت يتقطعيه بالشكل ده وتحطيه في الماية المغلية وهجيبي بقى يا ست الكل اي معلق عندك او سكاكين او اي حاجة عندك مصدية او فيها تكلوسات او لونها مش بيلمع وحطيها فيها بالشكل ده واسيبيها تغلي كده مع بعض حوالي كده عشر دقيق ولا حاجة وطلعيها بقى وتعالي وريك النتيجة بجد فكرة حلوة جدا وبتخلي الحاجات دي كده بتلمع وكأنك لسه شريعة حالا زي ما انتم شايفين كده اجرب الفكرة دي بجده هتعجبك